انطلقت فعليات بطولة اللياقة التنافسية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك ضمن مبادرة رئيس السيسي لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بين كافة أفراد الأسرة الانطلاقة الأولى لبطولة اللياقة التنافسية يشهدها نادي النادي أحد الصروح الرياضية بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ليشارك في المنافسة أكثر من أربعمائة شاب وشابة من أربعين جامعة مصرية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة بشكل عام والشباب بشكل خاص رافع شعار الرياضة أسلوب حياة حاجة مختلفة جداً طبعاً وأن هي أول مشاركة لها في ستريت ووركاوت أنا لعبت منتخب لعبة ثانية خالص اسمها تريسلون برعاً جاري وسباحي وعجل فأن أنا شارك في ستريت ووركاوت دي حاجة جديدة بالنسبة لي وتبع خبرة مميزة جداً وحاجة مختلفة وتشرفت جداً أن أنا أتعرف على حاجة جديدة أحلى حاجة في البطولة دي أن فيه منافسين كتير من جامعات كتير ومستويات مختلفة فهي بتربي عند الواحد روح المنافسة وبتخلي الواحد أنا دي سنة أولى في سنوات أكبر مني بس تفيل منهم خبرة عشان في البطولة الجاية الأداء يتحسن والمستوى مع الوقت رياضات بدنية لثلاث منافسات على مداري ست ساعات على ملعبة نسب المدينة الرياضية مجهز على أعلى مستوى لكل أنواع الألعاب الرياضية الحقيقة دي مش أول بطولة نعملها احنا هنا بس كل مرة بنعمل بطولة في العاصمة الإدارية الجديدة الحقيقة بنكتشف أنه فيه مميزات أكتر وأكتر رمز للشباب كمان أنه ما فيش حاجة مستحيلة احنا معاصمة الإدارية وانشأت في كام سنة والنهاردة زي ما انتم شايفين فدي أعتقد رسالة للشباب كون بقى أنها بطولة جامعات هي الأقرب إلى قلبي لأنه ده معناه أنه الشباب انخرط في الرياضة وانخرط في المجتمع الرياضي وده شيء أنا بالحقيقة مفتخر بي جد الإقبال الكبير من الشباب والفتيات في أول نسخة من بطولة جامعية لللياقة البدنية يعكس نجاح استراتيجية الدولة المصرية في نشر الثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة بين الشباب والمصريين بشكل عام موسيقى